السلام عليكم كديري اللي بسعديكم ان شاء الله يلقاكم هالفيديو في احسن الاحوال انتوما والقطيطات ديالكم الحيوانات ديالكم الاليفة وكان نرحب بالمشتركين الجداد كان قوليهم مرحبا بكم هاد النهار جيت نديرو فيديو ان شاء الله واحد الفيديو اللي كل شي غايستفد منو وان شاء الله هاد الفكرة هادي ما غاديش تلقاوها في شي قانات احد اخرى من غير هاد القانات هادي ان شاء الله هاد الفيديو غادي نهضرو فيه على الحليب اللي دير مشكل للناس اللي عندهم القطيطات صراحة عندهم مشكل يعني الناس هاداك الحليب الخاص بالقيطات صراحة هاد الله غالي وبخصوص الناس اللي عندهم بزاف ديال القطيطات رخصهم يشريوا هي هاداك العلبة كالدير سلاف ريال يعني 300 درهم مش حال قدهم يشريوا من 300 درهم لدك القطيطات اما يلا كان غي واحد مشي مشكل هاداك العلبة رهها كافية اه بالنسبة يعني اسميت اوكاين ومشكلة ان اوكاينين او ثاني الناس اللي قاد يشريوه ولكني ما كايما كيلقاوش في المنطقة ديالهم ودائما كان يعني كيجيوني اسئلة ديال الحليب اللي مفيش لاكتوز ووش الحليب اللي مفيش خالي من التاسام هادي اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا واحد الحليب احنا بيدينا اه زوين خالي من التاسام ما فيش لاكتوز وصحي ويعني وما غادي وما فيش تاكلوفة يعني واحد تاكلوفة اللي هي كبيرة هاد الحليب ان شاء الله غادي نصوبوه من من هذا من حليب من عفوا من من الشوفان هاد حبوب الشوفان هادي ممكن تاخدو العلبة وممكن تاخدوه بالكيلو يعني كيلو كيدير واحد خمستاشل درهم يعني ثمن مناسب جيد جيد مناسب يعني ذاك الكيلورا غادي غادي يعني كل ذاك القطيطات حتي يكبروا صافي ومبقشقعة محتاجين يعني الغريضها عام وهذا يعني هاد حليب هذا اه ممكن نعطيه القطيطات من عشرين يوم ارد الفوق ها هو هادك الشوفان ها هو اه الطريقة كيفاش غادي نديرو لهات الشوفان يعني بالنسبة اللي عندهم ربعة خمسة يعني عندهم بزاف ديال القطيطات غادي ناخدو واحد الكاس من هات الشوفان وغادي ناخدو كاس من هات الشوفان هادا وغادي ناخدو ثلاثة ديال الكيسان بنفس الكاس اللي غا نعبرو به الشوفان ثلاثة ديال كيسان من الماء ديال الروز يعني غادي نسلقو الروز غادي ناخدوه في واحد الماء حتى يولي ذاك الماء دياله بيض عندي لبزايد ديال الماء بشعني بقنا الماء غادي نحيد ذاك الروز وغادي بقنا الماء وغادي نعبرو من ذاك الماء ثلاثة ديال الكيسان من ذاك الماء ديال الورز وغادي ندرون في واحد الخلاط كهربائي مولينيكس وانطحنو مدت خمسة ديال الدقايق حتى كيولينا الخالط بحال هاكدا هادا هو الحالب اوه ارافش كيبقى يعني بزاف يعني ما كيتحركش كيتلع المال فوق كنوليو نحركو يعني فاش نبغيو نعطيوه اللقطاتس زيالنا نحركو بحال هاكدا هادا هو الحالب اللي ديال الشوفان والماء ديال الارز لانا ما نعرف لا قدر الله يعني كينشي قطيطات سبحالله اللي كيكونوا عيلا سبا كتعطوهم يعني اشي هادا يقدر يطلق عليهم الكرش ولكن يعني ما يمكنش يعني انا كنقول يقدر ما نعرفت يعني انا يجرب طورة ما تيطلق لها كرش الوالو المهم غادي تديروا معا ديك الماء ديال الارز باش يعني كي يعني كي يعادلنا ديك الكريشة ديال القطيطة ديالنا والماء ديال الارز راكو معرفينو زوين بزانا تاوو في منافع كبيرة كبيرة بزاف وتاوو كي يغلط القطيطات وزوين بزاف صافي كنديروه لهم هاكاف واحد القراءة هاكا ديال لكم في تير والاقراءة ديال اي مهم اي قرعة وكنشدهم زيان وكنخليو عندنا كيبقى صاليح لمدة ثلاثة ديال ايام ثلاثة ديال فقط كيبقى صالح و矢ني لبقاظنا شي حاجة بينما داك ثلاثة ديال نلوحوها ونوليوها وثانين نديروا حالي بآخر آآ بعد داك ينتي فاش نطحنو هادي الحليب هادا غادي نقبطوه ونصفيوه نصفيوه في شي دريرة ديال الحياتي أو دريرة ديال الموسلم تكون قيام و تسفلنا ذاك الحليب مزيلا و ندروه في القراءة كيف قلت لكم بالنسبة لي عندو يعني غي قطيطة واحد لما تدرو يعني هذو كثلاثة ديال يعني ثلاثة كيسا ديال الماء و كاس ديال الشوفان غادي ندرو فقط نص كاس ديال الشوفان و كاس ديال الماء ديال الأرز فقط علاش باش حنا ما ممقوش نضيعو و ننصوبو شي يعني بزاف ديال الحليب و نستقوو غير عميينو غادي ندرو غير القياس نستقاس كافي سبارك الله راتي يعطي كمية مهمة و كونوا متأكدين ان هذو الحليب هادا ما فيه لا لاكتوز خالي من الدسم و صحي بزاف و ما عندو تشي درار بالنسبة للقطيطات ديالكم من عمر عشرين يوم فما فوق ممكن نعطيو هذو القطيطات يعني الام ديالهم كتكون عندهم الام ديالهم و سبارك القطيطات كأن نبغيو نعاونوهم شوية بالحليبة و نعطيو هذو الحليبة و نعاونوهم مع ذيك الحليب ديال الام و تال ام ديالهم كان نحاولو نعطيو هاته هي يعني بالنسبة للقطيطات الكبار إلا بغينا نزيدو ان تهلو فيهم كنديرو لهم هذو الحليب هادا و كان نتحنو الهم معه واحد الفريميجة و كان اولاجوج كان نتحنوها مزيان مع ذيك الخالط هذي بالنسبة للقطيطات الكبيرة و كان نعطيو القطيطات ديالنا يشربو منو تبارك الله كي اغلادو و كي صحاحو كي يعني و فيه فيتامينات و مقويات ما شاء الله مزيانة و زوينة الام اللي كتكون حاملة و الام اللي كتكون مرضيعة و حتى بالنسبة للطاكر اللي كي يكون يعني مع القطيطات هاكا يعني بالنسبة يعني مهم للطاكر يعني بش كي يعطينا التهوة كيتجوج النوت يعطينا فريخات زوينين يعني و كيتقوة تهوة في الصحيحة ديالو هادا هو هادا هو الفيديو ان شاء الله نتمنى ييفيدكم و تلقاوا ذاك الشي اللي بغيين فيه و بارتاجوا معاكم هاد الفيديو بش يستفدوا الناس لان هاد المشكل هادا كاي النس كي يسولوا فيه و كاي النس مش طونين على قبلو ديما كي يسولوا الناس لالحالب الليان المشكل الواحد اللي عند الناس فهد القطيطات الصغيرين هو الحالب هادا هي الحل ديالو كانت منات بارتاجيوه بزاب 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 باش نس يستافدوا يعني من هاد من هاد الحالب هادا و و يعني و يعطوه لقطيطات ديالو و يبقاوش كي عندهم مشكلوا يتكلفوا يعني بنمشتراء ديال الحالب و شكرا لكم لمتابعة وإلى اللقاء